أوضحت صحيفة موندو دي بورتيفو أن أشرف حكيمي لاعباريس سان جيرمان الفرنسي يدرس بجدية السير على خطى زميله كيليان مبابي بطلب الرحيل عن الفريق في صيف 2025 قبل نهاية عقده بعام واحد وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة ستنعش خزينة باريس ولكن إذا رفضت إدارة النادي طلب حكيمي سيضطر الدولي المغربي للاستمرار إلى حين نهاية عقده في صيف 2026 والرحيل مجانا وأكدت أن حكيمي يخطط للعودة إلى ريال مدريد واللحاق بصديقه كيليان مبابي الذي تردد بقوة أنه اتفق على الانتقال للنادي الملكي في الصيف المقبل وتابعت أن أشرف حكيمي يعرف جيداً أجواء اللاعب في ريال مدريد حيث تدرج في النادي على مدار 13 عاماً قبل تصعيده للفريق الأول في أواخر 2017 وإعارته بعد ذلك إلى بروسيا دورتموند الألماني في صيف 2018 وأشارت موندو دي بورتيفو إلى أن كارلو أنشيلوتي معجب أيضاً بقدرات النجم المغربي الدولي الذي يعد من أفضل لاعبي العالم في مركزه موضحة أن ريال مدريد بحاجة لتعزيز الجبهة اليمنى في ظل تقدم داني كارفاخال في السن والاعتماد بشكل اضطراري على لوكاس فاسكيز ترجمة نانسي قنقر